جزائر تفض الكامل نعم زميلتي تحية لك ولكل مشاهدي قناة النهار عبر هذا البث المباشر من مدينة دوال الكاميرونية ومثل ما تبعتم المنتخب الكاميروني يغادر باتجاه الجزائر لخوض مباراة العودة المقررة الثلاثة في حدود ساعة الثامنة والنصف قبل ذلك المنتخب الكاميروني كان قد أجرى حصة تدريبية صباحية بالملعب الملحق لملعب جابوما وعاد مباشرة إلى الفندق ثم توجه إلى المطار ليتنقل إلى الجزائر عبر لحلة خاصة سيكون في الجزائر بعد حوالي أربع ساعات ونصف إلى خمسة من الآن وكل التعداد كان حاضرا في الرحلة تقدمهم المدرب ريجو بيرسونغ وسيكون في استقبالهم رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم صاموال إيطو الذي سبق الوفد إلى الجزائر وتنقل إلى الجزائر صباحة اليوم عبر فرنسا بعدما تنقل يوم السبت بعد اللقاء إلى مدينة بوردو ومنها إلى الجزائر وسيكون في استقبال الوفد الكاميروني الذي يتواجد ضمن الرحلة المهاجم فيسنت أبو بكر الذي خرج مصابا في مباراة الذهاب بين الشوطين لكنه اليوم هو مع المنتخب الكاميروني وستتحدد مشاركته في اللقاء غدا أم أن حضوره سيكون فقط لمنح الدعم المعنوي خاصة أنه قائد الأسود الغير مروضة ووجوده إلى جانب اللاعبين سيكون مهم ومهم جدا على الأقل لشحن معنوي إضافي لمنتخب الكاميرون جزيل شكر لك كمال مهوي على كل هذه التفاصيل إذن مشاهدين كنا نتابع الآن وكما ذكر زميل كامال مهوي كاميروني من مطار دولة تجاه الجزائر تحصبا للمباراة العودة أمام الخضر والتي ستكون يوم الثلاثة كما نتابع في هذه الصور والمشاهد الحية والمباشرة من مطار دولة لمغادرة المنتخب الكاميروني من مطار دولة تجاه الجزائر وهذا تحصبا لمباراة العودة أمام الخضر التي ستكون يوم الثلاثة نذكر أن المنتخب الوطني لكرة القدم فاز أمام مضيفه الكاميروني بنتيجة هدف لصفر يوم الجمعة الماضي بملعب جابوم عفوا بدولة لحساب ذهاب مباراة السد الموهلة لكأس العالم قطر 2022 في هذه الصور الحية والمباشرة من مطار دولة نتابع مغادرة المنتخب الكاميروني من مطار دولة أو الصور كانت منذ لحظات لالتحاق المنتخب الكاميروني بمطار دولة ينتقل إلى الجزائر تحصبا لمباراة العودة أمام الخضر والمباراة ستكون يوم الثلاثاء القادم إذن مشاهدينا سنعود من جديد ونوصل أخبارنا نعود إلى الملف الاقتصاد ترجمة نانسي قنقر